موسيقى نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان أهلا بكم مساء الخير سجل يوم العمل الأول في السنة الجديدة ارتياحا لدى المراجع للاستقرار الأمني الذي تأكد في الأعياد والذي سمح للبنانيين بالاحتفال براحة وأمان وأسجل يوم العمل الأول من العام الجديد أيضا هدوءا سياسيا يتيح للقيادات السياسية التحضير للانتخابات النيابية التي لم تعد بعيدة قياسا بالفترة التي تلزم الماكينات الانتخابية الانطلاق وعزز الهدوء السياسي تقديم السفير السعودي الجديد وليد ليعقوب نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية على أن يقدم أوراقه قبل ظهر غد إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وبعد غد يعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري في بعبدة أولى جلساته للسنة الجديدة وهي جلسة مهمة تتناول الملفات الضرورية والحيوية التي تحتاجها البلاد ولقد علم أن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يتحرك بصمت بين القصر الجمهوري وعين التيني لتصويب مسار مرسوم ترقية ضباط دورة العام 1994 وترصد أوساط سياسية الموقف الذي سيطلقه رئيس المجلس النيابين بهبره في لقاء الأربعاء وفي المواقف هذا اليوم إشادت الرئيس عون إلى أن انقضاء الأعياب بسلام أكد مرة أخرى على ثبات الاستقرار الأمني كذلك فإن الرئيس الحريري وفي لقائه وفدا من قيادة الجيش برئاسة العماد عون أشاد بما يقوم به الجيش من مهمات لحفاظ على الأمن ووسط بهجة الأعياب يبقى هناك فقراء لابد من أن نتذكرهم ليس في المناسبات فحسب وإنما كل يوم وهم في مناطق لبنانية عدة وعلى سبيل المثال طرابلس وتحديدا التباني ندى الحوت موسيقى 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 خلقت فيها سبحان الله ما في شيء عم تغير فيها بس قديم كان أحلى ليش كانت أحلى؟ أه أحلى وإذا وعدت العالم بتزدو هلا هم ما حدا بيزدو هلا هم بتموت يعباب المستشفى ثلث سكان طرابلس تحت خط الفقر وذلك بحسب نتائج الاستطلاع الأخيرة يقع مثلث الفقر في باب التباني القب الأسواق الشعبية ويعاني معظم الأطفال في هذه المناطق من أمراض مزمنة وما يثير الاستغراب هو غياب العدالة الاجتماعية في تحقيق المساواد بين المواطنين فطرابلس التي كان يطلق عليها أم الفقير باتت اليوم مدينة الفقراء لا شغال لا كهربة مثل خلق لا نضوفة لا حكمة بتروحي بتجي بتكتبوسي أيدي إذا بتدخلي عم السشفى أنا يوم الفتحة على المستشفى الله اللي يعلم فيني كيف فتحة على المستشفى وتقول مصادر ترابلسية أن تسع سنوات مضت على مجلس النواب المعدد لنفسه والحال على ما هو عليه بل تتساقط الوعود تلوى الوعود ومشروع إنمائي واحد لم يتحقق بدي أقول لهم أنه تطلعوا بها العالم تطلعوا بها البشر أنه شوفوا العالم أنه حسوا فيها ما بدنا شي نحن ما بدنا نصير باللوج ولا بدنا شي بس يحسوا بها الشعب وأمن ووظيف لها الشباب اللي عم ما قاله لشغله ولا عمله لها السطبية نحن يا أختي رحت علينا ما بدنا شي بس أولادنا كمان هن رحت عليهم السفير السعودي السفير السعودي الجديد لدى لبنان وليد العقوب قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية تمهيدا لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية ومصادر الخارجية تؤكد الحرص على أفضل العلاقات مع المملكة مشهد الحضور الإعلامي الكثيف في وزارة الخارجية والنقل المباشر الذي حظي به السفير السعودي وليد العقوب لتقديم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزارة الخارجية مشهد كفيل بالدلالة على الأهمية التي يوليها لبنان لتنقية العلاقات اللبنانية السعودية من الندوب التي أصبتها في الآوينة الأخيرة باكرا وقبل موعده بساعة وصل السفير يعقوب إلى قصر بستروس ومطولا جلس مع مدير المراسم قبل أن يحين موعده مع الوزير جبران بسيل بحيث قدم نسخة من أوراق اعتماده وعلى رغم الهجوم الأعلامي لحظة خروجه من مكتب وزير الخارجية لم يشأل يعقوب التصريح ولو بكلمة واحدة وهو العارف أن البروتوكول لا يسمح للدبلوماسي بالتصريح قبل تقديم أوراق اعتماده رسميا إلى رئاسة الجمهورية مصادر وزارة الخارجية عزت سبب التأخر في تقديم أوراق اعتماد السفير السعودي نتيجة تأخر مماثل في المملكة العربية السعودية بقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني وبالمقابل أكدت المصادر حرص لبنان على أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية وهناك توافق على عدم تدخل الدول بشؤون بعضها البعض عدد من الصفراء قدم نسخا من أوراق اعتماده وهم صفراء الفلبين كوبا المكسيك وفيجي ماذا تحمل سنة 2018 من توقعات الجواب مع ليلى عبداللطيف التي لم تستبعد انسحاب حزب الله من سوريا ومحاكمة وزراء ونواب بتهم الفساد بات سماع التوقعات للعام الجديد لازمة مع نهاية كل عام وبداية آخر وأصبح اللبنانيون ينتظرون هذه التوقعات ويراقبون إذا صحت أم لا ليلة عبداللطيف استطاعت تزعم لائحة أصحاب التوقعات ولقبت بسيدة التوقعات أصابت مرات وأخطأت مرات أخرى ترى عبداللطيف استقرارا سياسيا وأمنيا للبنان في العام 2018 وازدهارا اقتصاديا عماده النفط الرافع الأساسي للاقتصاد اللبناني وتتوقع سلسلة خطوات تريح المواطن اللبناني رح يرجعوا يعملوا كتار أنا اللي كنت إليتها رح ترجع تصير الكهرباء رح في حل أزمة الكهرباء في لبنان في حل أزمة الماء في لبنان بالـ 2018 حل أزمة الكهرباء حل أزمة الماء يعني حنقول وداعا للمطيرات بفرصة قريبة إن شاء الله في أنا بشوف أنه بتجي شركات أجنبية على لبنان بتعمل خطة للصورة للطرقات للسير عنا في لبنان غير الكتار اللي حيطلع عنا بس اللي أنا خايفي منه في بعض الاغتيالات في لبنان بعض منتهت الاغتيالات في لبنان في بعض وزارات تستقيل بالحكومة لحد سن ما ممكن نعم قبل الانتخابات لحد سن ما ليلة عبدالطيف تتوقع انتحاب حزب الله من سوريا ولا حرب في لبنان وبرأيها الانتخابات حاصلة وأزمة النازحين السوريين مستمرة في العام الفين وثمانتعش وترى أن محاربة الفساد في العام المقبل سيكون أولوية مثلاً يمكن بعض النواب أو بعض الوزراء بديك تستغربة أنه راح يتحاكموا نشوفهم بالمحاكم نشوف زحمة على أسر العدل نعم من وراء الزاهرة هاي دي ومنشوف مظاهرات لال الفساد بعنوان اللبناني كلهم بييد وحدة فيه مستشفى بتتسكر بالالفين وثمانتعش مشهورة فيه فضيحة على أحد باب المستشفيات اللي هي بالصوت والصورة راح تنكشف هاي دي المستشفى بالأشياء اللي عم بترشها بالمصر بالأدوية بتتسكر بالشامع الأحمر وبلا راجعة ما بتوبتن فتح على الصعيد الدولي ترى عبداللطيف صورة بيضاء في العالم العربي تراجع صوت الحرب وارتفاع صوت التسويات والحوار خصوصا في سوريا حيث تتوقع انفتاحا عربيا ودوليا باتجاه لمشق بعد تسوية سياسية وفتح سفرات عربية وغربية هناك في إيران الاحتجاجات مستمرة والمرشد الأعلى يتهم أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الاضطرابات وترامب يندد بالنظام الإيراني واصفا إياه بالوحشي والفسد والخارجية الإيرانية ترد عليك بالأحرى الاهتمام بالمشردين في بلادك اتهم الزعيم الأعلى الإيراني آيات الله علي خمينئي أعداء الجمهورية الإسلامية بإثارة الاضطرابات وذلك في الوقت الذي استمرت فيه تظاهرات مناهضة للحكومة تفجرت الأسبوع الماضي وأقال خمينئي على موقعه الإلكتروني رسمي في الأيام الأخيرة استخدم أعداء إيران أدوات مختلفة منها المال والسلاح والسياسة وأجهزة المخابرات لإثارة مشاكل الجمهورية الإسلامية وأضاف إنه سيلقي كلمة بشأن الأحداث الأخيرة عندما يحين الأوان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن عن مقتل تسعة أشخاص في ليلة دامية بمنطقة أصفهام بوسط البلاد في الاحتجاجات التي انطلقت منذ يوم الخميس ضد النظام الإيراني وتواجه القوات الإيرانية المتظاهرين بالقوة والرصاص الحي وفقا لاتهامات المعارضة في حين يسعى النظام الإيراني إلى تبرير العنف باتهام المحتجين بمهاجمة مقار حكومية وأضح التلفزيون أن القتل هم ستة متظاهرين وأحد المرة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري هذا واعتقلت السلطات الإيرانية 450 شخصا في سلاسة أيام بالعاصمة تهران منذ السبت الماضي وفقا لما نقلته وكالة ألنا يوم الثلساء عن نائب محافظ تهران علي أصغر ناصر بخت وكالة الأنباء الإيرانية طلبة ذكرت أن إيران أعادت السلساء فتح معبرين حدوديين مع منطقة كردستان العراق كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء أيد استقلال المنطقة الكردية سياسيا أكد مصدر رسمي في بزارة الخارجية أن سوريا تدين بشدة وترفض بشكل مطلق المواقف الصادرة عن الإدارة الأمريكية وإسرائيل بخصوص الأوضاع الراهنة في إيران وأن سوريا واثقة بأن إيران ستتمكن من إفشال هذه المؤامرة والاستمرار في مسيرة التطور والبناء داعية إلى عدم التدخل في شؤون إيران الداخلية وكان نائب الرئيس الأمريكي مايك بانس صرح أن بلاده لن تتخلى عن دعم المتظاهرين في إيران وفي المواقف الإسرائيلية أعلن الوزير أفيكدار ليبرمن أن منفعة إسرائيل تكمن في لفت أنظار العالم إلى ما يجري في إيران لا في غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالمتظاهرين في إيران قائلا أنهم يتحركون ضد نظام تهران الوحشي والفاسد وكتب في تغريدة على تويتر شعب إيران يتحرك أخيرا ضد النظام الإيراني الوحشي والفاسد وأضاف كل تلك الأموال التي أعطاهم إياها رئيس أوباما بحماقة ذهبت إلى الإرهاب وداخل جيوبهم القليل من الطعام لدى الناس الكثير من التضخم وانعدام حقوق الإنسان وختم الولايات المتحدة تراقب الخارجية الإيرانية ردت على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير على إيران بالقول إن الأحرابه الاهتمام بالمشردين والجياع في بلاده عوضا عن إهانة الإيرانيين وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي عوضا عن إضاعة وقته في كتابة تغريدات عديمة الفائدة ومهينة بخصوص دول أخرى الأحراب ترامب الاهتمام بالقضايا المحلية في بلاده مثل القتل اليومي لعشرات الأشخاص ووجود ملايين المشردين والجوعة شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل على التخلي عن أجداء من القدس الفلسطينيين وقد رفع التعديل الذي يقره لكنيسة عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة لطرف أجنبي من 61 صوتا إلى 80 صوتا من أصوات أعضاء الكنيسة المؤلف من 120 عضوا ويأتي التعديل على قانون القدس الموحدة الذي ظل مطروحا في الكنيسة لفترة طويلة بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة الإسرائيل المسؤول الفلسطيني صغب عرايقة وصف إقرار قانون القدس الموحدة بامتداد لإعلان ترامب رؤية من ناحن بيجن يطبقها بن يمين نتنياهو اليوم بضم مزيد من أراضي الضفة الغربية حل الدولتين انتهى هذا ما كشف عنه الباحث في شؤون فلسطينية صقر بوفخر في حديثه لتلفزيون لبنان دين رمضان حل الدولتين انتهى بحسب الفكر الإسرائيلي الذي يسعى إلى ضم المزيد من أراضي الدفة الغربية المحتلة الباحث في شؤون الفلسطينية صقر أبو فخر قال لتلفزيون لبنان إن إسرائيل تطبق اليوم رؤية منحين بيجن السساءر كيف ترى موضوع الكنيسة الإسرائيلي وحزب اللوكود بعد القرار الأخير بضم مزيد من أراضي الدفة إلى أراضي إسرائيل وهي بالتالي فلسطين المحتلة منذ زمن ليس بعيدا نفتة لبينت على سبيل المثال قال إنه حل الدولتين انتهى وبالتالي على إسرائيل هي أن تبادر إلى إيجاد حلول ما على إسرائيل أن تضم القدس وأن تضم قتل المستعمرات الكبرى حول القدس وأنه تحل السلطة الفلسطينية وتشكل مجالس محلية العودة إلى ما يسمى الإدارة المدنية القديمة قلتني نفسه انتقل من الكلام على حل الدولتين لكلام على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وبما أنه لا يوجد أي مبادرة لا عربية ولا دولية على الإطلاق للحل فبالتالي كل هذه الإجراءات تخدم السياسة العامة الإسرائيلية ولا سيما أنه ما فيش ضغط عربي يعني إسرائيل ما يلجمها هو ضغط عربي ودولي الآن التحول الاستراتيجي الكبير أنه ما عاد فيه عند عمق عربي مضاد لإسرائيل وعن الاتفاقات بين سلطة الفلسطينية وإسرائيل قال أبو فخر أوسلو انتهى أيضا هل هناك إعادة نظر في هذه الاتفاقيات خصوصا بالنسبة لموضوع اتفاقية أوسلو؟ أوسلو انتهى حكما ولو لم يعلن عن انتهاء أوسلو لكنه انتهى على الإطلاق ولا يوجد في أيدي القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني إلا خيار واحد هو المواجهة اليومية لا يوجد أي خيارات أخرى خاصة أنه حتى ما يسمى صفقة القرن التي بشرون بها صفقة القرن أوقفها الآن ترامب نهائيا بعدما بسبب الموقف الفلسطيني من إعلان القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية وبالتالي الآن لا يوجد أي مبادرات لا يوجد أي خيارات سوى المواجهة اليومية طبعا هنا الواحد يتمنى أن تتطور هذه الدينامية الفلسطينية الجديدة إلى انتفاضة شاملة لكن مقومات هذه الانتفاضة غير متوفرة دعم العربي دعم المالي دعم السياسي دعم اليومي الشعب الفلسطيني خاد استراتيجيات ثلاث استراتيجية الأولى هو الكفاح المسلح والكفاح بالرغم التضحيات الكبرى انتقل من المجتمع لاجئين إلى شعب يطالب بحريته استراتيجية الثانية هي الانتفاضات اللي قام بها أيضا هذه وصلته لأصلب مش أكتر الآن في تدويل القضية الفلسطينية هي طرح الموضوع على المستوى الدولي الأمم المتحدة مجلس الأمن بحكمة الجنايات لأونسكو كل ما يتعلق بمستوى الدولي وهذا الموضوع حتى الآن غير قادرين على تحليل نتائجه ختم سقر أبو فخر الشعب الفلسطيني غير قادر على تحقيق إنجاز تاريخي في هذه المرحلة وعليه أن يتشبث بأرضه تكتل تغيير والإصلاح في اجتماعه في الرابع عايد اللبنانيين وعدد الإنجازات ورأى أن في عهد الرئيس القوي قد تكون ثمة مصلحة لدى البعض لوضع بعض المكابح أمام المسيرة لكننا نشدد ونصر على الإجماع الوطني الذي رافق الأزمة الحكومية الأخيرة كما نتمسك بالقانون والعمل المؤسساتي نعتذر عن هذا الخطأ التقنيم في قصر بعبدة رئيس الجمهورية أهل مدعون شدد على أهمية انقضاء الأعياب بسلام وثبات الاستقرار الأمني وتنول عددا من جوانب التحضيرات لمؤتمر روما مع وزير الدفاع يعقوب السراف عرب رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عن ارتياحه للأجواء الآمنة التي رافقت احتفالات اللبنانيين بعيد الميلاد ورأس السنة منوها بالإجراءات التي اعتمدها الجيش والقوى الأمنية لحفظ الأمن وتوفير الأمان في المناطق اللبنانية وأشهد الرئيس عون بجهزية القوى الأمنية والمؤسسات الإغاثية خلال هذه الفترة فانقضت الأعياب بسلام ما أكد مرة أخرى على ثبات الاستقرار الأمني في البلاد وأعطى صورة مشرقة للبنان في الخارج وأسقط محاولات البعض التشويش على مسيرة الأمان التي يعيشها لبنان الأوضاع الأمنية عرضها الرئيس عون مع وزير الدفاع يعقوب السراف الذي أشار إلى أن البحث مع الرئيس تناول التحضيرات الجارية لإنعقاد مؤتمر روما لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية اللبنانية والاتصالات القائمة لتأمين نجاح المؤتمر كما عرض الوزير السراف مشروع إنشاء مراكز لتدريب الرتباء والضباط على المكننة مشيرا إلى أهمية مثل هذا المشروع في إطار تحديث العمل في مؤسسات الوزارة وأطلع وزير الدفاع رئيس الجمهورية على نجاح الترتيبات الأمنية التي كانت قد اتخذتها وحدات الجيش بالتنصيق مع القوى الأمنية الأخرى والمؤسسات الإغاثية لتأمين الاستقرار عشية استقبال السنة الجديدة واستقبل الرئيس عون سفير لبنان المعين في بلغاريا تفيق جابر من جهة أخرى يتسلم الرئيس عون الأربعاء أوراق اعتماد خمسة سفراء هم الفلبين كوبا المكسيك المملكة العربية السعودية وجمهورية فيجي الرئيس نبيه بري طلقت تهاني بالأعياد من قيادات أمنية حقاة أمنية وديبلوماسية في عين التين حيث اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى المدير العام للأمن العام اللواء أعباس براهيم على رأس وفد من القيادة للتهنئة بالعام الجديد وقد نوه الرئيس بري بالدور الذي يقوم به الأمن العام في إطار حماية وحفظ الأمن والاستقرار العام الرئيس بري نوه أيضا بالدور الذي يقوم به جهاز أمن الدولة خلال استقباله وفدا من قيادة أمن الدولة برئاسة المدير العام اللواء أنطوان سليبة للتهنئة بالسنة الجديدة وكان الرئيس بري التقى سفراء لبنان المعينين في الخارج غسان لمعلم تركيا حسام الدياب نيجيريا أنطوان عزام كوريا ندى العقل سربيا وتوني فرنجي في تونس في بيت الوسط التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قائد الجيش العماد جوزيف عون على رأس وفد من مجلس القيادة في زيارة تهنئة بحلول العام الجديد وبالمناسبة أشاد الرئيس الحريري بما يقوم به الجيش اللبناني من مهمات وجهود للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد على صعيد آخر نعى الرئيس الحريري مفتي رشي دكتور شيخ أحمد اللدن وأقال فقدنا قامة روحية وفكرية وإنسانية كانت عنوانا للخير ونبراسا للحكمة والاعتدال كل العزاء لعائلته الصغيرة في البقاع الغربي ورشية ولعائلته الكبيرة في لبنان والعزاء موصول لدار الفتوى التي كان ركنا من أركانها قائد الجيش العماد جوزيف عون تناول التطورات مع نائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي من جهة ثانية أحالت مدرية المخابرات في الجيش إلى قضاء المختص السوريين عدنان محمد نجيب وحسان أحمد زراقيد لانتمائهما إلى تنظيم داعش الإرهابي ومشاركتهما في القتال ضد الجيش في جرود عرسان رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخزن توجه بالتهنئة بالأعياد إلى اللبنانيين وإلى قيادات القوى الأمنية والعسكرية والدفاع المدني وصليب الأحمر وسائر الأجهزة للجهود المثمرة التي أنتجت انتقالا هادئا بين عام مضى وسنة آتية ولم يسجل أي حادث يذكر وتمنى أن تعمم هذه الصورة الإيجابية ليلة رأس السنة على سائر أمور البلاد والعباد أهلا بكم أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود خلال مؤتمر صحفي عقدته نقاب احتجاجا على المخالفات التي تحصل في صندوق التعويضات أنهم سيلجأون إلى القضاء وشطب استدعاء ممثلي المدارس نحن رح نلجأ للقضاء ونحن رح نطلب استدعاء ممثلي المدارس وكل ما يظهروا التحقيق يعني ممكن يكونوا أعضاء مجلس إدارة ممكن يكونوا باتحاد المدارس المؤسسات التربوية لحتالي نشوف ليش عم بيصير فيه هالتشويه هالتعطيل هالعدم التنفيذ للأنونس 46 وكل متعلقاته إن كان بصندوق التعويضات أو بالمدارس لنشوف لأنه بالنسبة لأقلني هيدا إضرار بالانتزام العام هيدا إضرار بمصالح زملائنا المعالمين يلي نحن مفروض فينا نمثلهم وبالتالي ممنوع نأجل بقى هيدا المشكلة إذن وفي زملاء لقلنا حاضرين ورح تصير هيدا الخطوة لأول فرصة ممكنة من الأسبوع القادم ليصير فيه تقديم دعاوة وشكاوة ضد السندوقين ومجلس الإدارة ومتل ما قلنا هلا كمان من طالب معيلي وزير التربية سبق للمجلس مجلس إدارة صندوق التعويضات إنه تقدم بمشروع وزير العمل محمد كبارة دعا الدولة إلى دعم صندوق الضمان وتحدث عن خدمات جديدة وهدفنا الذي نطلع إليه هو توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق الضمان بهدف تأمين الاستقرار الاجتماعي لللبناني أول هذه الإنجازات والتي نعتبرها بشرة نزفها في بداية هذا العام هو استفادة أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والمعاهد الخاصة من التقديمات الصحية بعد سن التقاعد إقليميا في مصر تستمر الإجراءات الأمنية الشديدة في عدد من المناطق ولسيما منها ذات العمق القبطي بعد الاعتداءات الإرهابية على عدد من دور العبادة والكنائس وقد تم تمديد حال الطوارئ ثلاثة أشهر في الغدون نفذت السلطات المصرية أحكام الأعدام بحق أربعة مدنيين مدانين بتنفيذ أعمال إرهاب وعنف شمال مصر وبذلك ارتفع عدد الذين نفذت بحقهم أحكام أعدام بتهم الإرهاب في خلال شهر في مصر إلى خمسة وعشرين في الملف السوري أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري لدى استقباله مجموعة قاهرة للمعارضة السورية وأعضاء الهيئة العليا للتفاوض السورية استمرار الموقف المصري الداعم للحل السياسي بما يحفظ وحدة الدولة سورية ومؤسساتها ويلبط محاط الشعب السوري ميدانيا استعادت وحدات الجيش السوري وحلفائه قريتي رسم شم الهوى والزرزور في ريف إدلب الجنوب الشرقي وفي ريف دمشق دخل الجيش السوري منطقة التلول الحمر قرب بيت جن كما هاجم مبنى مدرية الآليات في الغوطة عرض وزير كوري جنوبي إجراء محادثات حكومية مع كوريا الشمالية في الأسبوع المقبل وذلك بعد يوم من اقتراح بيونج يونج إجراء محادثات على رغم تمسكها بطموحها النووي وتوقع الوزير الكوري أن تركز الكوريتان إن حصلت المحادثات في التاسع من كنون الثاني على إرسال وفد كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تبدأ في شباط هذا التطور عقب خطاباً أدل به كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية بمناسبة السنة الجديدة قال فيه إنه مونفتاح على الحوار مع سيول ومستعد للبحث مع مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في الألعاب الأولمبية الشتوية أخبار دولية متنوعة بالتقرير الآتي أعلنت الداخلية الفرنسية أن عدد السيارات التي أحرقت ليلة رأس السنة ارتفعت من سامي وخمسة وثلاثين سيارة العام الماضي إلى ألف واحد وثلاثين سيارة هذا العام كما ارتفع عدد الموقفين على خلفية أعمال الشغط إلى خمسمية وعشرة استدعت باكستان السفير الأمريكي لدى إسلام أباد احتجاجاً على تغريدة غاضبة كتبها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتحدث فيها عن أكاذيب وخداع باكستان التي منحتها الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة وثلاثين مليار دولار على شكل مساعدات على مدى خمسة عشر عاماً ولم يمنحوها سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن زعماء حمق بحسب تعبير ترامب استفى المسافرون في طوابير طويلة في عدد من المطارات الأمريكية بسبب عطل أصاب أجهزة الكمبيوتر الخاصة بمكاتب الهجرة بحسب إدارة الجمارك التي أعلنت لاحقاً أن جميع المطارات عادت إلى العمل بعد فترات انتظار للمسافرين من دون أن تحسم ما إذا كان العطل نتيجة عمل تخريبي موجة البرد القارس التي تشهدها مناطق في الولايات المتحدة وصلت إلى ولاية فلوريدا مع تحذيرات من الصقيع في أماكن تمتد من تكساس إلى الساحل الأطلسي فيما يواجه شمال شرق الولايات المتحدة موجة أخرى من البرد في بداية الأسبوع خبراء الأرصاد الجوية أشاروا لأن موجة البرد قطبية إلى هنا نأتي إلى ختم النشرة شكراً لحسن المتابعة ومع بداية سنة نتمناها مليئة بأريج الفرح والرجاء والصحة نشكركم وإلى اللقاء ليلاً اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة